بسم الله الرحمن الرحيم تلك آيات الكتاب المبين نتلو عليك من نبأ موسى وفذعون بالحق لقوم يؤمنون إن فذعون على في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءه ويستحيي لساءه إنه كان من المفسدين ونريد أن نمنع للذين استضعفوا في الأرض ونجعله أئمة ونجعله الوارفين ونمكن لهم في الأرض ونري فذعون وهامان وجنودهما منهما كانوا يحذرون وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا كفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين فالتقطه آل فذعون ليكون لهم عدوا وحزنا إن فذعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين وقالت امرأة فرعون قروة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهو لا يشعرون وأصبح فؤاد أم موسى فارضا إن كابت لتبدي به لولا أربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين وقالت لمخته قصيه فبصرت به عن ذنب وهو لا يشعرون وحررنا عليه المراضع من قبل فقالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهو له ناصحون فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعته وهذا من عدوه فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له إنه هو الغفور الرحيم قال رب بما أنعمت علي فلم أكون ظهيرا للمجرمين فأصبح في المدينة خائفا يترقر فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرقه قال له موسى إنك لغوي مبين فلما أن أراد أن يبطش بالذي هو عدو له ما قال يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين فخرج منها خائفا يترقب قال رب نجني من القوم الظالمين ولما توجهت رقاء مدينة قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل ولما ورد ماء مدينة وجد عليه أمة من الناس يسكون ووجد من دونه ممرأتين تذودان قال ما خطبكما قال تا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيك كبير فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تقف نجوت من القوم الظالمين قالت إحداهما يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القويل الأمين قال إني أريد أن أنكحك إحببنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجد فإن أتممت عشر فمن عندك وما أريد أن أشق عليك ستجدني إن شاء الله من الصالحين قال ذلك بيني وبينك أيما الأجل إن قضيت فلا عدوان علي والله على ما نقوم وكيل فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا قال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر أو جذوة من النار فلما أتاها نودي من شاطئ الواد الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة أن يا موسى إني أنا الله رب العالمين وأن ألق عصاك فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مذبرا ولم يعقب يا موسى أقبل ولا تقف إنك من الآمنين أسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء واضمم إليك جناحك من الرهب فذانك برهانان من ربك إلى فرعون وملئه إنهم كانوا قوما فاسقين قال رب إني قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلون وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي رد أن يصدقني إني أخاف أن يكلمون قال سنشد عقدك بأخيك ونجعل لكما سلقانا فلا يصدون إليكما بآياتنا أنتما ومن اتبعكم الغالبون فلما جاء موسى بآياتنا بينات قالوا ما هذا إلا سحر مفترا وما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين قال موسى ربي أعلم بمن جاء بالهدى من عنده ومن تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون وقال فذعون يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري فأوقذ لي يا هامان على الطين فجعل لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه من الكاذبين واستكفر هو وجنوده في الأرض بغير الحق وظنوا أنه إلينا لا يرجعون فأقذناه وجنوده فنبذناه في اليم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين وجعلناه أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون وأتبعناه في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من المقبوحين ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا الكرون الأولى بصائر للناس وهدى ورحمة لعله يتذكرون وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين ولكننا أنشأنا قرونا فتقاول عليهم العمر وما كنت ثاويا في أهل مدينة تتلو عليهم آياتنا ولكننا كنا مرسلين وما كنت بجانب الغربي إذ نادينا ولكن رحمة من ربك لتنذر قوما ما أتاه من نذير من قبلك لعله يتذكرون ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم فيقولوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا لولا أوتي مثل ما أوتي موسى أولم يكفروا بما أوتي موسى من قبل قالوا ساحران تظاهرا وقالوا إنا بكل كافرون قل فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدا منهما أتبعه إن كنتم صادقين فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين ولقد أصلنا له القول لعله يتذكرون الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون وإذا يتلى عليهم وقالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا ويدرؤون بالحسنة السيئة ومما رزقناه ينفقون وإذا سمعوا اللغوة أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين وقالوا إن التبع الهدى معك نتغطف من أرضنا أولم نمكن له حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا وكنا نحن الوارثين وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها وما عند الله خير وأبقى أفلا تعقلون أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون قال الذين حق عليهم القول ربنا هؤلاء الذين أغوينا أغويناهم كما غوينا تبرأنا إليك ما كانوا إيانا يعبدون وقيل دعوا شركاءهم فدعوهم فلم يستجيبوا له ورأوا العذاب لو أنه كانوا يهتدون ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين فعميت عليهم الأنباء يومئذ فهو لا يتساءلون فأما من تاب وآمن وعمل صالحا فعسى أن يكون من المفرحين وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان له الخيرة سبحان الله وتعالى عما يشركون وربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون وهو الله لا إله إلا هو له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سربذا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سربذا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون ومن رحمتي جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعون ونزعنا من كل أمة شهيدا فقلنا هاتوا برهانكم فاعلموا أن الحق لله وظل عنهم ما كانوا يفترون إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين وابتغ فيما آتاك الله الدار والآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تنظر فساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين قال إنما أوتيته على علم عندي أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من الكرون من هو أشد منه قوة من هو أكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون فخرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم وقال الذين أوتوا العلم غيلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يدقى ها إلا الصادرون فقسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر لولا أمن الله علينا لخسف بنا ويكأنه لا يفلح الكافرون تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين من جاء بالحسنة فله خير منها ومن جاء بالسيئة فلا يجزل الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد قل ربي أعلم من جاء بالهدى ومن هو في ضلال مبين وما كنت تردو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك فلا تكونن غيرا للكافرين ولا يصدنك عن آيات الله بعد إن أنزلت إليك وادع إلى ربك ولا تكونن من المشركين ولا تدع مع الله إلها آخر لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه